نختم أخبارنا بنجمنا المصري محمد صلاح اللي اخترته الجارديون عشان يكون في قائمة أفضل مئة لاعب على مستوى العالم في التقرير الأخير اللي نشرته الجارديون البريطانية زي ما حركم شايفين المراكز العشرة الأولى اتحجزت لمسي في المركز رقم واحد وراء على طول كيليا نمبابي والاتنين طبعاً كان لهم دور كبير جداً فيه مع منتخباتهم في كاس العالم كريم بن زيمة جي في مركز الثالث إيرلينغ هالند فيه المركز الرابع لوكا مودريتش في مركز الخامس كابين دي بروينة سادس ليفند أفسكي سابع بنيسيس جونيور تامن وتيبو كورتوى حارس الدولي البلجيكي التاسع وأخيراً نجمنا المصري طبعاً محمد صلاح في المركز العشر الغريبة بقى طبعاً يحسب لصلاح المركز ده يعني يمكن بعض يظن الصلاح تراجع بشكل كبير لكن خد بالك أنت عندك نجوم العرد تقيل جداً أهم مهم طبعاً نجوم المغرب اللي أبداعوا وتقلقوا في النص الأخيرة من كاس العالم وقادوا المنتخب المغربي للوصول للمربع دهبي بكلمك على نجوم بحجم حكيمي بحجم حكيم زياش بحجم أونحي بحجم سوفيا مرابط ياسيب وفال وغيرهم وغيرهم من النجوم والأهم مثلاً نجم بحجم كريستيان رونالدو اللي تراجع فيه التصنيف ده للمركز رقم 51 مركز رقم 51 كل التوفيق للنجم المصري وأنا شايف أنه حانى وقت مغادرة الأنفل بالنسبة لصلاح لكل عشاء صلاح طبعاً يعني بيرعنوا على تقلقه وتواهجه مع ليفر بول أعتقد أنه فرص التقلق والتواهج هتكون صعبة جداً في ظل معاناة النادي الأنجليزي وأعتقد أنه بوابات الاحتراف أصبحت مفتوحة للتواجد مع الكبار كلام على انتقال صلاح للبي أجي وكلام على انتقال صلاح لريال مادريد على كل أحوال هتبان الدنيا في نهاية الموسم وجهة صلاح اللي جاي هتكون إيه لكن أعتقد أنه الموسم اللي جاي هيكون صعب جداً استمرار صلاح في الأنفلد